هذه الأقطية البلاستيكية كانت في مواجهة الفلاد الحديدي الإسرائيلي حارة المنشية على الأطراف الشرقية لمخيم نور شمس شهدت الاقتحام الرابع لجيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر تحولت المنطقة إلى نقطة ساخنة على وقع اشتباكات مسلحة واستهدافات كبيرة بالعبوات الناسفة جرفات الاحتلال الإسرائيلي واحدة منها على الأقل تم إعطابها هنا في المخيم أحدثت دمارا في عدد من الجدران المنازل الخارجية حجم دمار كبير تشهده المنطقة هنا في ظل الاقتحامات المستمرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي هذه غرفة لمسنة تم تدميرها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في حارة المنشية بالإضافة إلى تدمير عدد كبير من خطوط المياه وكذلك أيضا خطوط الطيار الكهربائي السيد أبو محمد أحد المواطنين هنا يشرح لنا تفاصيل ما حدث في المنطقة بطبيعة الحال كمواطن عايشة وشاهدة الاقتحامات المتكررة للمخيم أبو محمد شو اللي صار؟ والله اللي صار طلعت الجرافة من هون وبدون انظار بدون سابق انظار بلاش تجرب بالصور من هون طبعا كابل السياح اللي كابله كامت للدرج كامت الصور اللي هون اللي يهوب على دار أخوي وعلى غرفة أمي والوحدة تبعتها وكامتها كل هذا وعطتها هناك شكرا لك أبو محمد يباشر جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات التدمير هذه في مخيم نور شمس بهدف الضغط على الأهالي والسكان هنا في المخيم طبعا تضررت خطوط الطيار الكهربائي وشبكة طرق واسعة في المخيم بالإضافة إلى انقطاع الطيار الكهربائي عن المخيم وانقطاع المياه بعد تدمير الناقل الرئيسي للمياه لقات التدمير طالت أجزاء بالقرب من منطقة عيادة الوكالة ما تعرف كذلك شعبيا في تلك النقطة على الأطراف الشمالية للمخيم بطبيعة الحال اقتحامات مستمرة ومتكررة فقط أعلن عن إصابة شابين فلسطينيين لكن جيش الاحتلال يرفع الفاتورة الميدانية الباهضة للحالة النضالية وما لم يحقق عسكريا إسرائيليا يحقق عبر هذا الضمار خالد الدير قناة الغد من حارة المنشية في مخيم نور شمس في الأسطين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة